على الرغم من محدودية خيارات الاستفادة مما تعتبره القيادة في طهران انتصاراً وفرصة تحررها من سيف العقوبات الأمريكية والضغط المستمر عليها للدرجة القصوى تظل أولويات طهران تجاه السلاح والأغراض منه نفسها رفع تلقائياً حظر السلاح تقول إيران الحاضرة وبصورة جلية في أنحاء متفرقة بالمنطقة رغم مشاكلها الداخلية التي لا تعد ولا تحصى وأزماتها المالية والاقتصادية التي تسمح للحكومة فقط بصرف مبالغ ضخمة لأذرعها ومدهم بالأسلحة وتهديد حرية الملاحة والأمن البحري في الخليج في العراق وسوريا ولبنان مروراً باليمن ظل تصدير الصناعات العسكرية الإيرانية من صواريخ وطائرات مسيرة ومركبات عسكرية وقوارب سريعة وغيرها يزعزع أمن واستقرار تلك الدول صحيح زالت كل القيود على نقل الأسلحة عبر المسارات الدولية المكشوفة لكن المحظورات في أنشطة إيران لا تبرح دائرة صلاتها الوثيقة والسرية مع الوكلاء والشركاء في السلاح من أفراد وجماعات إقليمية كحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق وجماعات سورية أخرى الموقف الأمريكي كان واضحاً منذ البداية وقف طهران لتدخلاتها وتهديداتها لدول المنطقة يعيد الحياة للاتفاق النووي ولذلك عمدت واشنطن إلى محاولة إقناع المجتمع الدولي بضرورة إبقاء القرار الأممي الذي يمنع السلاح عن طهران للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر